فطلع ظهر مشهد عمرنا ما شفناه أحد الحاضرين جري على فضيلة الشيخ وقال له من فضلك ما تختمش احنا عايزين تسمعنا تاني عيد تاني لو سمحت فضيلة الشيخ طبعا فوجئ 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 بايه بهذا الحدث اللي عمرنا ما شفناه ولا عمره حد يعمله طبعا هو طبعا نشوف مع بعض نشوف أحسن زي ما حالكوا شايفين كده الشيخ السيد طنطاوي قدام حضراتكم اهو وطلع عليه اهو اهو المواطن قام من العازق فتح المطوى فتح المطوى اهو بصوا فتح المطوى طبعا هم مش بيهددوا ولكن بيقولوا عيق بس هي الطريق عارفين الطريقة العفوية المنظر اللي بقولك مش ممكن تلاقيه طب ما هو انت لو قلت له من غير ما تفتح المطوى وتروح وتجري وإحنا قاعدين في عزة يا جماعة العزة والقرآن اهو تحول الأمر عيد يا مولانا مولانا هيعيد من غير ما تطلع المطوى مولانا هيعيد من غير ما تعمل الكلام اللي عملته ده طبعا مولانا اه على فكرة مولانا ربنا يحفظه يا رب زي ما حاوكوا شايفين كده السبات لو حد تاني كان إيه اللي دخل عادة فتح لمطوى إيه اللي مطلع للمطوى ما تطلع مطوى قدامك وإيه كان الراجل قام جري كان قام ولكن ربنا اداله سبات بسم الله ما شاء الله مده حامل كتاب الله فربنا اداله السبات كله السبات كله والقوة كلها ابتسم طبعا من المنظر من الراجل عم الحج سيد تقريبا اللي قام وطبعا الناس في العزة السوان اللي موجود وهذه السكينة المطوى ده مطوى ده مطوى مطوى مش حاجة صغيرة يعني وبعد كده عرفنا انه قاله ان انا هبوضك عربيتك كويتش العربية ان لو مش هخليك تمشي اقرى لو سمحت تاني ممكن كل ده صح يتعمل بس ما بقاش بالطريقة دي ما يبقاش تهديد كده لانه ممكن حد كمان ياخد الموضوع كده بشكل اهو بيهدده الناس وبيعمله وعمله والراجل زين بقول لها حالكم مش بيهدده انه يقتله بعد شر يعني لا ده راجل محب وطول الوقت عايز اقول لحضراتكم هو القراءات شغالة والتلاوة شغالة والناس عمالة يعني وراه وبقول لحضراتكم الصوته لما انا عادت كمان اسمع الصوته صوته جميل جدا ولكن بقول لحضراتكم المنظر اللي هو عامل عمل حالة حالة لانه ما فيش حد بيعمل ده ابدا انه بتهدد قارئ وهو يعني يقرأ قرآن وانه حضراتك بتقوم كده تطلع السكينة او تطلع مطوع عشان تهدده وما كانش الاول حد متصور ايه الحكاية غير لان بدأ يتكلم معه قل له عايزك تعيد تاني مش هتمشي عيد حاضر قاعد يعيد عدد كبير جدا من آيات الزكر الحكيم كنا من كم يوم كده حد يعني نضم ناس ناس بقول لحضراتكم